حي مريض مصاب ميت كلهم في الهم سواه وفي العراق يأكل الميت مثل الحي نصيبه بنا الاعتداء على حقه المسلوب في الحياة الدنيا والآخرة مصيبة جديدة في بلاد الرافدين حيث كشفت دائرة شهداء الضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية عن أكبر عملية تزوير وسرق للحسابات الخاصة بمعاملات شهداء والمصابين في محافظة الأنبار مدير عام الدائرة طارق المندلاوي أكد ضبط مبرزات جرمية كانت ترفع من خلالها المعاملات بنظام إلكتروني إلى هيئة التقاعد الوطنية من مكان مجهول لغرض استلام الرواتب مافيات الفساد التي تنخر في جسد البلاد السياسي هي ذاتها التي تسرق حقوق الشعب الذي أصبح مكلوماً موجوعاً عاجزاً عن الدفاع عن نصيبه من الحياة لكن الكشف عن العملية ترك تفاولاً لدى الأصوات التي تنادي بإصلاح ومحاربة الفساد وفي جهة أخرى يفتح الملف الخطير باب اتخاذ إجراءات صاربة توجه بها الحكومة لإيقاف الاعتداء على حقوق العراقيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر